يعني احنا بنوره الان بمرحلة مختلفة كليا يعني الان احنا يعني هذا الاهل في قطاع غز الان حقيقة يعني 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 بيقولك على الاقل طيب احنا دموت وهم يموتوا مش بس انه احنا بس يعني هذا هذا تدمير للروح المعنوية الاسرائيلية هذا انتصار عسكري ونفسي في الوقت نفسه وهذا رفع معنويات طيب احنا بدها ترد اسرائيل بترد ما عندهاش طائرات تروح 2000 كيلومتر وترجع 2000 كيلومتر لليمن وتوصل اليمن وتقصف اليمن طب ايش تقصف اليمن؟ ايش بدها تقصف اسرائيل في اليمن؟ ما امريكا بتقصف وبريطانيا بتقصف واليمني هيوا بيبعد طيارة وبتوصل يعني هذه الطيارة مطورة رد على الاسلحة على الصواريخ العربية وعلى القواعد الامريكية في الدول المحيطة بدولة الاحتلال اللي تصدت بصواريخها للصواريخ اللي رايحة على النقب على مفاعل ديمونة هذا رد على الصواريخ اللي اسقطت الصواريخ الامريكية او العربية اللي اسقطت الصواريخ الباليستية اليمنية اللي كانت راحت على ايلات وإيلات فلست فلست كليا ما عادتش ام الرشراش ما عادتش موجودة خلص يعني هذا بسبب المقاومة احنا اجبرونا على هاي المقاومة يعني هم ما بدهمش سلام ولا بدهم تعايش هم ما بدهم اذلالنا وفكروا العرب اغبياء كل العرب اغبياء لا مش اغبياء العرب فيه عرب اذكياء وفيه عرب شجعان وفيه عرب رجال وفيه عرب ما بيسكتوا على الضون على الضيم على الاطلاق هذا هما يعني تشابهت عليهم البقر الاسرائيليين والامريكان معاهم فكروا نقطيع غنم لا الان لا فيه ناس فعلا بيقدروا يخلقوا تكنولوجيا جديدة طيارات مسيرة جديدة كو اسرائيل هزمتنا بسلاح الجو الثابت الاجنحة الان بيهزموا اسرائيل العرب بالمسيرات المسيرات بتكلفش شي هاي مثلا الاف ميو الاف خمسة ثلاثين الامريكية بدها على الاقل يعني يمكن سبعين او ثمانين مليون دولار لا الان هاي السلاح المسيرات ببلاش تقريبا ببلاش مش انا ولا شي وهزم هاي الاسلحة الامريكية المتطورة ودمروا اسطورة الباتريوت ودمروا اسطورة كمان كالصواريخ الاخرى الامريكية فهذا التطور جديد لكبير جدا بدهم يردوا في اليمن احلا وسهلا يردوا في اليمن والله هذا يعني او بدهم يردوا في لبنان بدهم يضربوا معطار ميروت مثلا زي ما بيهددوا وين طب هذا بوسعوا الحرب واذا وسعوا الحرب ابدا ارتدت عليهم سلبيا حتى ارتدت لسه ما شفوش صواريخ العراق ولسه ما شفوش الصواريخ الدقيقة بتاعت حزب الله ولسه ما شفوش ايش عنده اليمن هذا ابو يمن العظيم من مفاجأات الدنيا بتتغير وبتتغير لمصلحتنا لانه في ناس شجعان في ناس رجال بكل معنى الكلمة ما بيخافوا الا من الله بس ولا بيخافوا من امريكا ولا من بريطانيا ولا من كندا ولا كل هالعالم ما بيخافوش منه لا بيخافوا بس من الله بدك شهادة اوكي احنا جاهزين للشهادة هذا هو اللي بيصير في المنطقة والله اذا ردوا هاي بتكون يعني شيء غير عادي والله هيدفعوا ثمن غالي قال انتس بقول اليمن هيدفع ثمن والله انتوا اللي هتدفعوا ثمن والله هاي بداية بس اول الرقص حنجله لسه لسه جايكم اشياء كثير جدا لقوا بعدين ايش ها شوف الغرور والغطرسة والله مليح اللي اجت هاي الطيارة بعد يوم واحد من قرار الكنيسة بالغاء قيام دولة فلسطينية مستقلة يا سلام هذه الصفعة لكل المطبعين اللي راحوا بنا نطبع عشان نعمل دولة فلسطينية وين ها الدولة الفلسطينية هاي الكنيسة باجماع ساحق او باغلبية ساحقة الغوا الدولة الفلسطينية فيش دولة فلسطينية طب ايش تقول ليش عم خليتوا تطبيع ليش روحتوا على التطبيع ليش ما توبفوا التطبيع كمان ما سمعناش صوت الرئيس محمود عباس طب يا اخي انت كنت بتقول عشان دولة فلسطينية احنا بدنا دولة فلسطينية والعالم يحطينا دولة فلسطينية طيب هاي هم الآن سكروا الباب على الدولة فلسطينية طيب يا اخي ولا كلمة حق ولا كلمة طيب يعني وين حركة فتح وين حركة فتح لازم تتحرك لازم شرفاء فتح هاي اللي حملت راية النضال الفلسطيني من اكثر من يعني سبعين سنة او ستين سنة يعني هذا لازم يصير فيه تحرك لازم يصير تحرك خلص هاي السلطة انتهت لكن احنا بدنا يكون في المقاومة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة موحدة وتكون على أرضية اللي هي النضال الفلسطيني الجهاد الفلسطيني الشامل خلص هاي الغاء القيام دولة فلسطينية هذه يعني اللي هي تكفين للسلطة تكفين للرئيس عباس تكفين لكل هؤلاء اللي عايشين في هاي الآن على وهم سلطة فلسطينية احنا ابو يمن احنا بدنا المقاومة احنا بدنا اللي يقفوا مع المقاومة احنا بدنا من اللي فعلا عملوا الانفاق والهؤلاء هم اللي يجب ان يحكمونا ويحكموا غزة ويحكموا الضفة ويحكموا العرب كلهم اللي بيقاتل المشروع الاسرائيلي هو الذي يجب ان يحكم العرب